اشتركوا في القناة والاهتمام اللافت تعززت مفهوم الزراعة لدى المواطن البحريني حتى بات علامة بارزة في معرض الحدائق والذي يحمل تاريخا عريق منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا أراضي زراعية خضراء ومياه دافئة منحت البحرين ميزة خاصة حتى عشق أهلها الزراعة ومن هذا المنطلق أولت البحرين اهتماما كبيرا بالزراعة فجاءت فكرة المعارض الزراعية والتي تقدم منكنونات أرض البحرين وخيراتها الزراعية وفي عهد الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين آنذاك زاد الاهتمام بإقامة وتنظيم المعارض الزراعية البحرين من الأساس كانت بلد زراعي قبل الطفرة الصناعية اللي صارت فيه أما بالنسبة حق صناعة المعارض نفسها أيضا البحرين كانت سباقة فمن خمسينيات القرن الماضي ابتدى المعارض الزراعي الصناعي في مملكة البحرين وكان على مستوى الحاكم آنذاك والكل يشارك فيه من مؤسسات رسمية ومن شركات خاصة وتغطي كل القطاع الزراعي وحتى القطاع الصناعي فأرجع إلى موضوع صناعة المعارض مع نادي الحدائق والمعارض السنوي والمسابقة السنوية الموجهة للهواء اللي تطورت من 1967 إلى نقدر نقول إلى 2003 في 2003 اقترحت صاحبة السمو الملك الأميرة سبيتشة بن تبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين حفظهم الله ورعاهم أن يتم خلق معرض جديد يحتوي المسابقة السنوية لنادي البحرين للحدائق وأن يكون معرض تجاري وتوعوي بمثابة منصة تسهم في دعم القطاع الزراعي بشكل عام وكذلك للترويج للحدائق وحب الحدائق ونشر الرقعة الخضراء وزيادته في مملكة البحرين وفي عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه استمر الاهتمام بإقامة المعارض التي تعنا بالزراعة والعمل على تطويرها ليحتضن تجارب محلية وعالمية خاصة أنه يحظى باهتمام ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرنت عهل البلاد المعظم ليكون علامة بارسة في أجدة المعارض المتخصصة التي تقام في البحرين ويسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة وتطويرها فمنذ عام 2003 وحتى اليوم استقطب معرض البحرين الدولي للحدائق عددا كبيرا من العارضين والزوار قدم لهم المعرفة والتوعية الزراعية والطرق الحديثة لتطويرها تاريخ حافل بالإبداعات والنجاحات المتواصلة التي سطرها معرض الحدائق منذ سنوات خلت خصوصا وإن مملكة البحرين أولت القطاع الزراعي اهتماما كبيرا منذ خمسينيات القرن الماضي ليأتي بعد ذلك هذا المعرض السنوي ليجمع المزارعين البحرينيين والمتخصصين في الشأن الزراعي ويكشف عن إبداعاتهم تحت سقف واحد خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين